أعرب وزير الخارجية التونسي عثمان القرندي عن التقدير والاعتزاز بعلاقات بلاده مع دولة الكويت الضاربة في التاريخ مثمناً عالياً الدور الكويتي المحوري في المنطقة والعالم باعتبارها الصوت العربي الحق ومدرسة بالسياسة الرصينة ورأب الصدع وتعزيز للأمن والسلم الدوليين جاء ذلك في لقاء أجرته وكالة الأنباء الكويتية كونا مع الوزير التونسي بمناسبة زيارته المرتقبة إلى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده سترسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي الناتو قريبا في خطوة تتزامن مع تصاعد توتر مع روسيا بشأن أوكرانيا وقال بايدن في تصريحات للصحفيين عقب عودته من جولة بولاية بانسلفينيا قال سأرسل قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية ودول الناتو على المدى القريب ليس عددا كبيرا جمعيا